بسم الله أخي المسيحي أخي المسيحي الموضوع العكالي فيه أهم جدا الموضوع العكالي فيه ده مسألة حياء أموت عشان كريم عواصقوا سمعتوني بقلوبكم كلامي اخترق قلوبكم من الموظم المسيحيين مش متكبرين هو الان كده في سورة المائدة الجزء التام لتجدن أشد الناس عدوة للذين أمانوا اليهود والذين أرشقوا ولتجدن أقرابهم موادة للذين أمانوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قصيصين ورهبانا وأنهم ناس تكبرون في المتكبر هو اللي بيرفض النصيحة حتى ما يعرفناها صحيحة أنا هتكلم لكن أنا وصح أنتم مش متكبرين أنا هتكلم عن مواجهزات قوية جدا جدا في القرآن والسنة هتكلم عن نقطة هامة جدا في كتبكم اسمعوني لمدة خمس دقائق بعد كده المكالم البحر لا معكمك رب الله سبحانه وتعالى بيقول في سورة الذريات في آية رقم 47 الجزء 27 والسماء بنيناها بأيدن وإننا لموسعون رب الله يقول كده في القرآن والسماء في سورة الذريات والسماء بنيناها بأيدن وإننا لموسعون يعني كأن ربنا بيقول أنا بنيت السماء دي بقوة وحوسها العلم الحديث أثبت إن فعلا إن سماء بتتوسع بسرعة 30 ألف سنة ضوئية في الثانية لأن فيه بيتر 75 مليون نجم بيتردوا كل يوم بلازم السماء تتوسع وإلا الكون ينفكر طب الرسول صلى الله عليه في الكلام ده منين هل هو اللي قال وإننا لموسعون وإننا لموسعون هل رسول عسم قال الكلام ده جات معاب الصدفة وإن ده كلام رب الله سبحانه وتعالى طبعا ده كلام رب الله سبحانه وتعالى وده دليل قاطع على صدق القرآن ورسول عسم كالراجل أمي اللي يقرأ أولا كتب عارف منين هذه الحقيقة من 1400 سنة في الواجه المقابل أنتوا بتقولوا في كتبكم إن رب الله سبحانه وتعالى خلق سبع سموات سبع أراضيين في ستة أيام وبعد كده تعب وشحر فإدى النفسه راحا يوم السبت هل هذا الكلام يعقل تسيبه رب العالمين تقول عليه وبيتعب ونوتعب وإدى النفسه راحا يوم السبت إزاي تجرؤوا وتقول ده كده كتبكم عشان كده رب الله سبحانه رد على هذه المقولة في سورة قاف وقالوا قد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنى من اللغوب مستناش مشك ووجه الثاني قوية جدا الرسول عسم قال في الحديث إذا سقط الدباب في إنائح لكم فليغمسها ثم اللي ينزحها فهنا فيها أحد أجنيحاتها ده أو في الآخر دواء العلم الحديث أثبت أن فعلا أحد أجنيحات الزبابة فيه دواء هشكتر رسول عسم صاحب أمرنا إن لما زبابة تقع في إناء إن إحنا نغمسها معنا معنا نغمسها نتلحق لما نغمسها هتنزل الدواء اللي موجود في الجناح التالي وحتقتل البكتريا اللي نزل من الجراح الأولين وحتطهر الإناء وفي أكثر من دراسة عملت في أستورايل وأمريكا أثبتت صحة الحديث ده لدراكة نومة بيصنعوا الآن مواد علاجية من جسم الزبابة لعلاج الأمراض الرسول عسم صاحب سبق العلم الحديث بألف ربمائة سنة من أفرق مسلمين على هذا الكلام ومعجزة دي أسلم المعجزة دي أسلم بسببها المئات وربما الآلاث من المسيحين داخل الإسلام في الواجه المقابل أنتوا بتسيبوا سينا داود وبتقول له عليه أنه شاف مرات أوريا قائد الجيش بتاعه وهي بتختسل بتستحمى وكانت عالية فحبها فأول ما شاف غطت نفسها بشعارها فحبها وعمل معها علاقة غير ما الشعور والأعزو بالله وزنة بيها وبشكلها هو بس تحط أوريا جزها في مكان معاين في الجيش هو عارف أنه حيتقتل فيه عشان يتخلص منه ويتزوج مراته هل هذا الكلام يعقل تسبه نبي عظيم سيدنا داود تقول عليه كده وقلت على سيدنا سليمان أنه في آخر حياته كفر وعبد الأصنام ومين ابن سيدنا داود وسبته ابن وتسبه ابن سيدنا داود وقلت عليه أنه كان له أخت جميلة فحبها وطلب منها أنه يعشرها وقالت له هتتفعل كام فدفع لها فلوس ونم معها صف الله العظيم ورمر سيدنا داود عليه السلام عارف هذا الغضب جدا لكنه لم يعقب ابنه لأنه كان بيحبه وكان حيروس منه عارفوا أنه حيروس منه النبوة هل هذا الكلام يعقل تسبه تسبه سيدنا داود وتسبه ابن سيدنا داود وتقول على سيدنا داود وابنه كمان زنب أخته هل هذا الكلام يعقل ده كتابكم معجزة نقوية جدا في كتابنا الرسول العسل الرسول العسل معي في الحديث إن الله خلق ابن آدم على ثلاثمائة وستين مفصل على كل مفصل كل يوم صدق قال رسول الله من يتيق ذلك قال التهليل صدق والتكبير والصدق إلى آخر الحديث ويجزئ كل ذلك صلاته رقعتين في أولى النهار يعني الرسول العسل قال إن كل واحد فينا بتولد بالتوطمية والستين مفصل والعلم الحديث أثبت هذا ولم تثبت هذه الحقيقة أو تختشف هذه الحقيقة إلا من غضون سيني قيلة جدا موجزة قوية جدا دخل بسبب كثير جدا من الإسلام الإسلام الرسول العسل في كلام دا منهم هو كراجل أمي لا يقرأ أولاكتب في الواجه المقابل هل تقولوا أن ربنا سبحانه وتعالى نزل من العرش من السماء نزل على الأرض ولما نزل على الأرض قابل سيدنا عقوب فسيدنا عقوب قال له تقدر تسارعني فقال له أسارعك فسيدنا عقوب سارع ربنا سبحانه وتعالى وهزموه ومسكوا من تلبيب وقال له واش هسيبك تطلع تاني في السماء إلا ما تسميني إسرائيل أم ربنا سبحانه وتعالى سمي إسرائيل هل هذا الكلام يعقل؟ هل سيدنا عقوب هيهزم ربنا سبحانه وتعالى؟ سيدنا عقوب النبي العظيم هيصار على ربنا سبحانه وتعالى وهيهزمه؟ كيف تتجرعون؟ كيف تصدقوا هذا الكلام؟ ده كتابكم اللي انتم مش عارفين مين اللي كتبوا. في الواجهة المقابل ربنا سبحانه وتعالى موجزة قوية جدا في سورة النجم في قرآن في الجزء الثامن آية رقم خمسة واربعين وسستة واربعين ربنا سبحانه بقوله انه خلق الزوجين الذكرة والانثة من نطفة اذا تمنى يعني ربنا بقول ان هو خلق النوعين الذكرة والانثة من نطفة اذا تمنى يعني كانوا من ايه هي النطفة اذا تمنى لها نطفة الرجل الحاول منه بتاع الرجل والعلم الحديث اثبت ان فعلا الذكرة والانثة الاثنين بيتخلقوا من الحاول منه بتاع الرجل والحاول منه بتاع الرجل هو اللي بيتحكى في نوع المولود وما فيش اي علاقة من بوايدة المرأة معجزها قوية جدا. والعلم الحديث اثبت هذا اثبت ان حاوله منه في نوعين انساوي وزكري. لو انساوي يلقح البوايدة يطلع الجنين بانسا. ولو الزكر لقح يطلع ذكر. ما فيش اي علاقة بالبوايدة المرأة. معجزة قوية جدا. دخل بسببها كتير من الناس. مسحيين الاسلام. بالواجه المقابل. انتم بتقولوا على ان ربنا سبحانه وتعالى بعد تفام بتاع سيدنا نوح. اللي ضمر الدنيا ان ربنا حزن وبكى وقصيب برمض في عينيه. فتدخلت كل الكلام ده بتقولوا في الاسحاح بتاعكم. هل هذا الكلام يوقع? ربنا سبحانه وتعالى عيصب برمض في عينيه. والمالك تخش تزوره. ما هذا السفل. ده كتابكم. في الواجه المقابل. بوجزة قوية جدا عندنا في صورة الانعام الجزء الثامن. آية رقم 125. ربنا سبحانه وتعالى يقول. فما يريد الله ان يهديه واشرح صدره لاسلام. وما يريد ان يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا. كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله على الذين لا يؤمنون. يعني ربنا بيشبه الناس اللي مش عايز تخش في الاسلام اللي عايز يضلها. كأنها صدرها صدرها ضيق وحرج. كأنه بيطلع في السماء. صدر ضيق حرج يعني ايه? صدر ضيق حرج يعني حسن مخنوق. مش عارف تنفس. كأنه بيطلع في السماء. بمعنى كده ان رب القرآن قال من افرق مئة سنة. ان الانسان اللي ما يطلع في السماء حيحس انه مخنوق. والعلم الحديث اثبت ان ان نسبة الاكسجين بتقل في طبقات الجو العليا. والانسان بيحتاج الى الاكسجين معاه وطالع. طب رسوع صحيح في كلام نامنين. هو راجل ام يلاقرأ لك. موجزة قوية جدا دخل بسبب كثير في الاسلام. مع ان المنطق يقول ان الانسان ما يطلع في السماء يبقى الاكسجين احسن. انه بيبقى عن الزحام والدخان ومسارة. موجزة قوية جدا جدا. موجزة قوية جدا. كنفرق الرسوع انت فعلا النبي شؤلنا الامر نصين واحنا هنتبعك ونصدقك. قال لهم تدوني الى عهد ومساقة. قالوا اديك الى عهد ومساقة لعيزة داع الله سبحانه وتعالى والامر نصين. قال له انت سحرتنا ده سحر. قال لهم انت اللي تردتم مني. ليه دلوقتي بتنقضوا احدكم معي. قال لهم لا ده سحر. قال لهم طيب طب في مسافرين حيجوا بعد يومين نسألهم لو شافوا اللي انتوا شفتوه ما يبقى اش سحر. قال لهم ماجي. لانهم عالفين كويس. ان السحر ما بيقصرش الا على الناس القربة. اللي وقفة قدامك. المسافرين كان لبعض مئة كيلو. المسافرين جون بعد يومين وقال له احنا شفنا شيء غريق جدا شفنا الامر نصين وكنا مزهولين. يعني ايه الحقيقة ده ايه حاصل ده. فالكفار قالوا له لا 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 محمد انت سحر قوي اوي بيروح لاماكن بعيدة جدا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة القمر اية رقم واحد واثنين في جزء 27. اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يعني لما يشوفوا مواجزة قوية ينكروها جهودا واستجبارا وقالها سحر قوي جدا بيروح لاماكن بعيدة. وده دائما دقب الكفار يطلب المواجزة من النبي هم عارفين انه هو نبي عشان يعجزوه ولما يعملها لهم ينكروهم. ارجو انتم ما تقولوش هؤلاء الناس متكبرين زيونك. فلما نزل روااضي الفضاء على ساعة الامر وجدوا شقة طويل جدا في الامر طولوا مية خمسة وعشرين كيلو متر وعرضوا الف خوسمية متر وعنقوا خوسمية متر. كانوا مزهولين عملوا ابحاث على الشقة ده لقوا ان الشقة ده مستحيل يجي نتيجة زلزال او بركان او اي ظاهرة من ظاهرة طبيعية. واحد علماء وكانت ناسة امريكية اقاروا ان الابحاثنا اثبتت ان الامر انقسر في الماضي معانين انتحن مرة اخرى من ميزبت صدق القرآن وان رابرة صحانه وتعالى شق الامر والصير للرسول صلى الله عليه وسلم من الف وربمائة سنة زي ما زي من القرآن بيقول. وجهزة قوية جدا دخل لسببها كتير جدا الاسلام. وجهزة قوية جدا عالم ياباني اسمه مصارو ايموتو غير مسلم عمل كتاب عظيم اسمه ميسيج فون موتر او رسالة من الماء على التأسيل الاعجازي لقراءة القرآن على المية. وجد اشياء غريبة جدا. وجد ان بعد قراءة القرآن على المية الولورات او الكريستيلات بتاعت المية بتبتدي تتحرك بتعمل اشكال جميلة جدا اشكال هندسية. استور الاشكال دي وحطها في كتابه. وعمل ابحث على المية بعد قرآن عليها وجد ان فعالية الماء والتركيب والتكوين الكيميائي للماء تغير. واصبح الماء فعالية اكثر افضل كثيرا او اكثر بكثير في علاج كثير من الامراض. وكتب الكلام ده كله في كتابه ميسيج فون موتر. المعجزات دي كلها نجيش نقطة في ضحر من مئات ومئات المعجزات اللي بتدفع مئات المسيحيين للدخول في الاسلام كل يوم. خمسين الف مسيحي في مصر بيخش الاسلام كل عام. وخمس مسيحيين كل ساعة بيخشوا الاسلام في امريكا بسبب هذين المعجزات. لو لغاية دلوقتي ايتمش عايسي تصدق ان القرآن دم عند ربنا سبحانه وتعالى. انا قاسم بنقول لك ان انت متكبر. لان لو قلتلك بص على الشمس في السماء وتنا يا بشايف حاجة يا من ان انت متكبر منك اعمى. لازم تعرف ان قوة المعجزات دي اقوى من نور الشمس في السماء. لازم تعرف ان القرآن اللي فيه كل المعجزات دي بيقوه في سورة آل عمران الجزء التالت آل رقم خمسة وتمانين. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبلوا منه. وهو في الاخرة من الخسرين. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث والتي نفس بيده لا يسمعوا بي احد من هذه الامة يهودي او نصراني. ثم لا يؤمنوا بي ولا بالذي ارسلت به الا وكان من اصحاب النار. الا وكان من اصحاب النار. انا عملت الفيديو ده اني خايف عليكم حبك. هتقع في جهنم وعمرك ما هتخرج منها ابدا ابدا اجدنا وحتكون من اصحاب النار. فما تدمرش نفسك وما تدمرش اخرتك. ادخل في الاسلام قبل فقط الاوان. لو روحك طلعت من جسبة قبل ما تقول لا اله الا الله محمد رسول الله. هيكون مصيرك المحتوم هو جهنم وعمرك ما هتخرج منها ابدا. هتقضها لاصحابك من الندم يوم القيامة وهتبكي دم. هتفتكر كلام اللي هو لك ده. وهتلوم نفسك لانك مسمعش كلامي. لكن هكون فقط الاوان واغلق الباب. وهتمنى ترجع للدنيا ولللحظة. عشان تخش في الاسلام. هتكون خلاص فقط الاوان واغلق الباب. انا نصحتك وانت حر. وانت اخر حاجة عولالك. قبل ما تخلص لهذا الفيديو. انزل تحت الفيديو. واقرأ كل الموجزات اللي كتبتها دي. وضعت على الليجات عشان تتأكد من صحة المحجزات. وقش في وقرأ كتابك وشوف الكلام اللي بقوله ده صحة ولا. وبعد كده مش هكون لك حجة والعزر. وانت هكون الجاني عن نفسك لو ما سمعتش كلام يدخلت في الاسلام. وستذكرون ما اقوله لكم. وافوضوا امري الى الله. ان الله بصينهم بالعداد.